أريد أن أعرف معلوماتك عن اللي حصل النهاردة في الاجتماع طبعاً هو اتحاد الكرة ضللنا كلنا لأنه طلع بعد الاجتماع كريم في بيام مرسل من المركز الإعلامي للوسائل الإعلام والصحفين كلهم قال لك الأندية كلها وفقت على استكمال البطولة في الاجتماع ده طبعاً غاب النادي الأهلي أو ممثل النادي الأهلي وغاب أيضاً نادي موديرن سبورت لكن تلت أندية رفضوا أصلاً من الأساس فكرة اللعب في المعيدة التي تحددت معي لسه أستاذ أحمد سالم هو قال لي الزمالك ما مش عاجب المعيد طيب الزمالك رفض اللعب في هذا التوقيت ما رفضش المشاركة بشكل عام في قصة مصر المعيد لا لا رفض النادي المصري رفض النادي الجونة رفض دول ثلاثة أندية من الأندية اللي حضروا النهاردة رفضوا عكس ما اتحاد الكرة أعلن وقال لك أن الأندية موفقة لا الثلاثة أندية دول رفضوا النادي الأهلي رغم عدم حضوره بيرفض وده معلن للجميع بيرامد زايل أيضا بيتجه للرفض فأنت عندك حوالي أربع أو خمس أندية رفضين فأنت زيكا اتحاد الكرة تطلع تقول أنا بالإجماع الأندية كلها وفقت طيب موقف الأندية دي إيه الأندية دي حتى الآن رفضين خوض المباريات بتاعت الكاس في الموعيد المحدد طبعا هو دروس 16 هو اللي أعلن ما فيش موعيد محددة أخرى لكن هم رفضين فكرة أن أنا خلص يوم 30 أبدأ إمتى خاصة الأندية اللي مشاركة أفريقيا تحديدا الزمالك والأهلي يعني بس الأهلي ما كانتش حاضرة النهاردة الزمالك والمصر هتخلص يوم 30 مطشرة محلية أريح لا يبتي إمتى أشارك في الكونفدرولية ودارو الأبطال إمتى عندهم مشكلة كبيرة عندهم المسم الجديد إمتى سيبك من المسم الجديد أنت بس الأندية المشكلة الكبرى الأندية اللي بتشارك أفريقيا لأن أنت عندك في أول تسعة والأهلي والزمالك وعندهم مشكلة كبيرة أنهم يخلصوا أفريقيا فأنت هتخش السوبر الأفريقي هتخش في السوبر المحلي اللي برضو وارد أنه ما يتلعبش في أول أكتوبر لأن دي هتبقى برضو مشكلة معسكر منتخب كابتن حسام عايز يبدأه بدري فأنت هترجع لمشكلة أن أنت هتأجل السوبر لموعد لاحق فهي رجعنا لنفس النقطة اللي احنا كنا بنكلم فيها أنها سوق تنظيم أسطن صحيح طيب